بسم الله الرحمن الرحيم وطبق معارفي في الشاردة والمحلول الشارد إذن لدينا هذه الوضعية رقم أربعة يقول هل هذه ذرات أم شوارد إذن من بين الرسومات التالية ما هو الرسم الذي يمثل الذرات وما هو الرسم الذي يمثل الذرة وما هو الرسم الذي يمثل الشاردة إذن كيف نعرف بأن ما هو ممثل إن كان شاردة أم ذرة إذن فعلينا أن ننتبه إلى البيانات الموجودة في كل رسم أو على كل رسم إذن نبدأ بالبيان A هذه ذرة أم شاردة إذن لكي نعرف إن كانت ذرة أم شاردة علينا أن نقارن بين الرقم المسجل في نواتها وعادل الإلكترونات الممثلة حول النوات إذن هنا يقول بأن النوات مكتوب عليها زائد عشرة بمعنى في نوات هذه الذرة يوجد عشر بروتونات إذن لنحسب عدد الإلكترونات التي حولها هل هي عشرة أم أكثر أم أقل إذا وجدناها عشرة فمعنى أن هذه متعادلة وبالتالي فهي ذرة إذا وجدنا أكثر أو أقل من عشرة فهي شاردة إما سالبة أو موجبة إذن لدينا قلنا النوات فيها عشر بروتونات لنحسب عدد الإلكترونات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إذن فبالتالي تلاحظ بأن هذه الجسيمة متعادلة كهربائيا إذن فنقول أ تمثل ذرة لأنها متعادلة كهربائيا أي عدد بروتوناتها يساوي عدد إلكتروناتها نمر إلى المثال بي بنفس الطريقة يقول النوات فيها إحدى عشر بروتون إذن لنحسب عدد الإلكترونات لدينا إثنان، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إذن لديك عشر إلكترونات وإحدى عشر بروتون إذن لنجمع زائد عشرة زائد إحدى عشر زائد ناقص عشرة نجد هناك شحنة أي تساوي زائد واحد وبالتالي فهذه الجسيمة هي مشحونة وبالتالي فهي شاردة موجبة وليست ذرة إذن قلنا بتمثل شاردة لأنها مشحونة نمر إلى الجسيمة أو التمثيل C لدينا في النوات 9 لنحسب ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إذن فهذه لها عشر إلكترونات وبداخلها تسع بروتونات إذن هناك شحنة سالبة إذن فنقول أن C تمثل شاردة لأنها أيضا مشحونة وهنا شحنة سالبة نمر إلى D يقول في النوات زي تسعة لنحسب حولها إن كانت هناك تسعة أقل أم أكثر ثلاثة، ستة، تسعة، نعم إذن فهذه ذرة إذن D تمثل ذرة لأنها متعادلة كهربائيا نمر إلى الوضعية الخامسة المعنوانة بهجرة الشوارد أنجز الأستاذ تجربة هجرة الشوارد في أنبوب على شكل حرف I باستعمال خاليط من محلول كبريتات النحاس ومحلول بيرمونغانات البوتاسيوم واستعانى في ذلك بمحلول حمض الكبريت عديم اللون فتحصل على النتائج الممثلة في الشكل إذن لدينا صورتين للتجربة الصورة اليسرى تمثل بداية التجربة والصورة اليمنى تمثل نهاية التجربة إذن يقول كيف تصرف في هذه التجربة استعمل أولا محلول حمض الكبريت حمض الكبريت عديم اللون يعني عبى المحلول هو الأول هو الأول محلول حمض الكبريت ليكون هنا حمض الكبريت هو وسيط ليكون ناقلة للكهرباء ثم ماذا فعل؟ وضع قطارات من المحلول الثاني وهو كبريت كبريتات النحاس ذو اللون الأزرق ومحلول برمونغانات البوتاسيوم في الطرفين يعني وضع قطارات من المحلولين هنا وقطارات من المحلولين هنا ففي بداية التجربة يمتزج المحلولان مع المحلول الأول يعني المحالي لثلاثة تمتزج فيصير لونه داكن يصير لونه داكن حينما نغلق الدارة الكهربائية وبعد مرور وقت كافي نلاحظ حدوث التمايز يعني اللون الأزرق ينجذب إلى المسرع السالب أو القطب السالب واللون البانفساجي ينجذب إلى المسرع الموجب أو القطب الموجب يقول ما هم اللون المتميزة في هذين المحلولين المائيين إلى ماذا يعود ذلك إذن المحلولين اللون المتميزة أو المميزة في هذين المحلولين هما اللون الأزرق واللون البانفساجي إلى ماذا يعود هذان اللونام؟ فقلنا كما رأينا في الدرس أن اللون البانفساجي يدل على شوارد البربونغانات التي تنجذب إلى الجهة الموجبى لأنها سالبة في حين أن اللون الأزرق يدل على شوارد النحاس الموجبى التي تنجذب إلى الجهة السالبة أو المسرع السالبة ثانيا نوضح كيفية انتقال شوارد البربونغانات وشوارد النحاس المحلول إذن كما ذكرنا في الدرس بما أن شوارد البربونغانات سالبة فإن القطب الموجب أو المسرع الموجب الذي هو المسعد للمولد يقوم بجذب شوارد البربونغانات من كل المحلول إذن فتنجذب إليه في هذا الاتجاه يعني من السالب إلى الموجب في حين أن شوارد النحاس الثنائية الموجبى يجذبها القطب المعاكس وهو القطب السالب إذن شوارد النحاس التي كانت منتشرة في كل المحلول تنجذب بفضل القطب السالب أو المهبط الذي يجذبها إليه إذن هذه فيصبح لدينا داخل المحلول تيار كهربائي ذو اتجاهين الشوارد السالبة شوارد البربونغانات تتحرك من الجهة السالبة إلى الموجبى وشوارد النحاس تتحرك من الجهة الموجبى إلى الجهة السالبة إذن كما ذكرنا وبالتالي يكون التيار كهربائي في المحاليل الشاردية ذو طبيعة شاردية أي انتقال الشوارد إذن نمر إلى الوضعية السادسة الشوارد الموجبى البسيطة هكذا يقول في هذا النشاط أعطى لنا مجموعة من الذرات ونستخرج منها شواردة إذن فذرة الفضة تتحول إلى شاردة فضة بسيطة موجبى بعدما تتخلى عن إلكترون واحد شاردة القصدير كذلك ما هي إلا ذرة القصدير وتتحول إلى شاردة بسيطة ثنائية موجبى بعدما تتخلى عن إلكترونين أما شاردة الألمنيوم فتتحول من ذرة ألمنيوم يعني لدينا ذرة ألمنيوم لكي تصبح شاردة ألمنيوم تتخلى عن ثلاث إلكترونات فتظهر عليها الشحنة ثلاثة زائد إذن أما المغنيزيوم فذرة المغنيزيوم لكي تتحول إلى شاردة المغنيزيوم تتخلى عن إلكترونين وتتحول إلى شاردة ذات شحنتين موجبتين شاردة الزينك مثل شاردة المغنيزيوم إذن هذا بالنسبة للتمرين ستة التمرين سبعة نفس الكلام ولكن مع الشوارد المركبة إذن لدينا شاردة الكبريتات لكي تتحول إلى شاردة هذه المجموعة تكتسب إلكترونين شاردة النطارات كذلك مجموعة من الذرات تكتسب إلكترونا واحدا متحول إلى شاردة مركبة أحدية شاردة الكربونات الأمر كذلك مجموعة من الذرات تكتسب إلكترونين متحولة إلى شاردة مركبة ثنائية الهيدروكسيد ذرتين تكتسبان إلكترون واحد وتحول إلى شاردة مركبة وحادية إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة في الآخر أسأل الله العلي القادير أن نكون